كابتن الكبير كابتن علاء نبيل واحد من نجوم مصر فيه كورة القدم واحد المدربين الحقيقة العصره احد افضل مدربي والمدربي الفنين لمنتخب مصر كابتن محمود الجهري كابتن علاء تحياتي الحضرتك كابتن محمود الجهري كابتن محمود الجهري كابتن محمود الجهري كابتن طبعا خروجنا من البطولة لكن اكيد كل مرة يعني بيحصل لنا ضائقة او ازمة بنقول يعني ايه الاسباب وليه الاسباب وهنصلحها ازاي في الاخر بتفضل الازمة والاسباب زي ما هي كابتن علاء من وجهة نظرك شايف هل السبب المدير الفني ولا الشكل التخطيطي ليه وجود الكورة في مصر بشكل عام كابتن المنظومة كلها كابتن محمود لابد من اعادة نظر في اميلياتو زد يعني زي ما حدقتن فضلت قلت نحنا كل مرة قلتن خلاص الحدود على تغييد الجهاز الفني وتبتن يعني مع العادات العديمة لا في سيستم ولا في نظام ولا في توعية للرأي العين وانا حدقتن فضلت قلت اصلا اعطى او فين؟ طبعا حدقتن يسمعنا محاديش كان يسمعنا لكن افضلت عن نفسيها وتشتعر صوت حيات بعيد شوية بس معنا شكت اه بساني اعلم حضرتك تفضلت قلت راسل اخضر دلوقتي النهاردة وصلت وعملت اي انجاز وعملت فرق كورة وا 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 تمام؟ ده مش من فراغ قفلت على نفسها وبتشتغل احنا نفسنا نعمل كده احنا نفسنا نعمل اللي احنا نقفل على نفسينا ونراير المنظومة من اتو زد لان زي ما حالك وضلت قلت الملتخبات الناشئين كلها بالرغم من ان؟ والله يا كابت محمد احنا عندنا كنز اسمه ناشئين عندنا كنز لكن مش عارفين نستغله مش عارفين نستغله عندنا مواهب عالية جدا نصرف عليها بدل مصرف واجيب مدارد بمتين الف دولار بعتاشر بليون في الشهر انا عندي ناشئين اصرف عليها انا كاتحاد وتلح معسكرات والعب مدارس مختلفة مدارس اوروبية مدارس افريقية مدارس عربية اعمل اجيال لمصر لكن للاسف اه المنظومة زي ما هي واخد بالك مفيش اي وكل اللي حصل ده كان متوقع مليون في المية وانا كنت يعني فترة وكنت معاك من فترة قلت لك برضو انا مش متفائل الدنيا زي ما هي اختيار اسماء اه وبعدين برضو يا كابتن المحمد برضو عايزين نعترف برضو هو ده كرة اللي عندك ده 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 مستوى اللي عندك معلش المحترامي احنا عايزين مدرب اللي هو يشوف الخمات دي ويقدر يشغل عليها لغاية لما انطلع من تحت هو ده الهدف ولازم لازم الجماهير المصرية اه حد يطلع فاهمة ولهم جماعة نصبر على نتاج شوية احنا بنعمل واحد اتنين تلات اربعة حط شارك الناس معاك لكن انت النهاردة عمال تقول مهما حصل اه هو مستمر معنا كاس العالم مقدرش انا بعد اللي شوفته ده اخليه معايا بكاس العالم ما ينفع شيء ها لا يا كابتن ها لا ده انا ممكن اطلع كمان طبعا يعني لو انا نتاجي في الدور التمهيدي مع منتخبات اسمها يعني مش بحجم مصر وعمل كده امال مثلا بقى بقية التصفات الخاصة بكاس العالم ما نكون عاملة ازاي ما يعني هتواجه نفس الناس ما هو ده كابتن حمي احنا النهاردة عادنا نمجد 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 ونقول الراجل لعب باربعتاشر مباراة وما تغلبش وانا كنت في احدى الايفنتات اللي هو كان معمولة للرعاب تاعت منتخب مصر وفجينا واحنا عادين ان حصل تكريم لبيتوريا طب يعني انا انا قاعد كده معنا تكريم ليه قالك اصل لعب اتناشر ماضي ما اتغلبش طب لعب مين لعب مين لعب اللي اللي لعبه فين كل الماضيات اللي هيبها بمعليش محترامي احنا نكسبب الناشئين بتوعنا واحنا ماشيين صح تمام فاحنا النهاردة احنا احنا دايما نمجد في الخواجة والتجارب اثبتت ان المدارب الاجنبي لا يصح رفالي الاول انا بقولها لك صراحة تمام تمام والحاجات كثيرة جدا حاجات كثيرة جدا جدا تدل على ان الراجل فقير فنيا جدا جدا واضحة تكاتن في بطولة صعبة زي كده طبعا يعني في فرق الشاسع بين متعب جنوب السودان وتلعب فريق زي كونغو مثلا يعني برغم انه كونغو برضو يعني مع كل الاحترام احنا مصر كاتن برضو في كرة القدم يعني انت النهاردة الجول الاولان اللي جيب فينا هو السبب فيه خلي بالك هو واقف على الخط عمالي اعترض على كل القرار تمام وكرة اللي طلعت اللي هو كان مشاكين فيها اللي هي قوت خلى اللعيبة كلها تتجه الى وقبالك وهوب رحك سعبت بالجاتة علينا جهود سزاجة 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 كان اختبار قوي للمدير الفني في ثلاث حاجات كبت قد رحكي تشكيله وبدايته وخطوطه للمباراة ادرته للمباراة لان هو كان عنده مواقف صعبة ازاي؟ حايدرها لو وصل لمرحلة التعادل ودخل في إكسرا تايم تغيراته ازاي؟ دي هتقصر على تغييراته في أثناء سير المباراة لأن سير المباراة وارد جدا لانت تخرج تعادل وتلعب اكثر تائب هتغير ازاي عندك ضربات ترجحية لو وصلت للمباراة زي ما حصل امبارح طلعت الناس بتلعب ضربات جزاء كويسة جدا ونزلت الناس ليس لها علاقة بدربات الجزاء ما هو طبيعي هي هنا بتبني المدرب الكارثة كبيرة امبارح الكارثة كبيرة اننا النهاردة يبقى عندي لعيب ويخش بعد الشيط الاولاني ويأخذ المحاضرة ويتكلم مع عما بين الشيطين وبعدين ينزل للشيط التاني ألاقيه واقع قبل المباراة ويقولك انا مصاب دي كارثة دي كارثة ازاي ازاي تعدي ازاي تعدي على مدير فني اولا اول حاجة بتأل فيه لعيب في عنده حاجة فيه لعيب مصاب فيه 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 مفيش يبتدي المحاضرة بتاعته تمام طيب هو اللي ارض اللي بدأت صاب من حجرة الملابس لغاية الملعب في الطرقة تصاب ماينفعش وبعدين ابتدى سخن واحد ده على طول مفروض ان انا ابقى جاهز لو حصل اي حاجة هيقوله بسا ان هجرب مش عارف ايه بتاعه مفروض هو يجرب برضو في الطرقة يشوف يمتح الخطوة هو اخبالك حاجات حاجات صغيرة يعني بتباين جدا انه هو لا هو فقير فنيا هو فوق يا كابتن هو فوق بالاجواء نفسها بالمنتخبات هل كان مش متخيل انه ممكن يلعب منتخبات في ظل الاجواء باللي احنا شفناها سواء بقى ارطوبة او درجة حرارة بصة كابتن محمد هو الاول مرة على فترة يمسك منتخبات اول مرة يمسك منتخبات دي عليها على امس السفام تمام ويعني ازاي مجلس الادارة يعني ازاي اتعاقد مع واحد اول مرة يمسك منتخبات طبعا معروف القصة والوكيل اللي جابه اللي هو متوجل في الاندية المصرية كلها وفي مساول الاتحادات بدو ذكر اسمها وكل ناس عارفها ده لازم يتحاسد نمر اتنين النهاردة انا بقول الرطوبة عالية جدا تمام طيب اعدادي فين وانا يا كابتن مش عارف ان المطشاط دي هتتلاعب في شهر كذا في سنة كذا في اليوم الفلاني في البلد الفلانية واحنا اغلب بطولاتنا يا كابتن اخدنا في الجو ده على فكرة تمام بزر يبقى انا اعدادي يا كابتن محمد يتناسب مع الحدث نفسه تمام انا النهاردة جمعت الفرق اولا جاب دينا مطشاط ودية على ملعبنا يا اخي طب اطلع يلعب في البلاد اللي هي فيها رطوبة بحيش اللي عبتك كتعود على الجو العامل اللي هيخش في البطولة صحيح ما حصلش ماخد بالك مفروض اولا الرطوبة الشوت الاولاني احنا معظم مطشاطنا الشوت التاني احسن صح نزلوط كابتن طيب لو الرطوبة عالية كتتخلص عليك في الشوت الاولاني طب انت شوت التاني احسن الحجج الحجج يعني ما بحبش الحجج دي انت اعمل عيبتك كابت محمد في اجواء ضغط جماهير ورطوبة والحاجات اللي كلها كناش منقدر نتنفس والله كابتن ما انت عارف اه لكن بتقدي بتقدي يعني انت لا تاكتك بتلعب به يعني ولا 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 فالحظة بصة كابتن طول ما انت قاعد على سواء بتفرج على الشاشة او في المدرج بتفرج على فرقة وانت مرعوب اللي تتغلب تعرف اللي فرقتك فقيرة هي جزء كابتن مهم جدا وانا رأي حضرتك فيه هناك بعض الامور اللي حدست منه كمان واخد رأيك فيه دي فعلا كابتن ان انا مثلا بلعبت مهند لاشين وبعد كده روحت منزل محمود حمد الأول عليه وبعد كده يعني في بعض اللعيبة بيشاركها لأول مرة وتلاقيه ما يشاركهاش بعد كده وبعد كده تلاقيه بعد ماتشين ثلاثة يروح منزنهم يعني عارف بحس ان فيه عملية غير منظمة في عملات التغييرات ياسر إبراهيم في الأول مكانش متواجد كان بره سمى جلال تصب مش جاي ياسر إبراهيم واخبالك كان موجود بدأ ياسر إبراهيم يخش في الاحتياطي اتختيارتك ازاي بقال يا كابتن بقالي حوالي ست شهور في كل برنامج اروح اقول له يا جماعة هو بسأل حتى كل الناس بيصدفوني مين الحارس التاني لمصر مين الجني التاني انا عايز اعرف كمشاهد كمدرب عايز اعرف من الجني التاني مدناش اي كومنت خالص كل الماتشات الودية والرسمية الشيناوي بلعبها تمام بالرغم ان كان فيه مبارات مفروض الشيناوي لانه هو بيعمل موجود عالي جدا مع النادي الاهلي في صفحة بطاة افريقيا صوبر وا 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 يريحوا ويهيى الجني التاني لمصر ونشوف نعرف مين كل مصر قالت لك محمد صبح الجني التاني لانه هو عمل العمله مع هو فتوح واخادل بوحاصر القصة وزيطة وزنبلي تعالى انه هو الموقفين من النادي وانضموا لي واخبالك برة واحدة محمد صبح برة ابو جابل هو الحارس التاني انت بتلعب بين يعني انا بيش فاهم يعني من قبلها من كم يوم. اه. اه. انت مش محطر حاجة. انت مش محطر حاجة. تغييرات. الحديث على ان مهنة ده كابت ان رفض يشوت ده انا بشوفه برضو. ده شيء غريب. طب انت نزلته ليه ما هي برضو. ما هي دي. ما هي دي. ازيزو واحدة نوعب يشوت ضربات جزائر رح تبخرجه. غيرت مروانة عطيه الناس كلها بكاف على كاف. ازاي مروانة عطيه من احسن لعيبت المصر كل المطشط وتغيره. وخبالك هو انت عشان عشان انت كل مدارب جديد يجي يبقى ليه واحدة. اه. كيروش قال لك مهند لاشين. الراجل ده محمود حمادة. اه. قابله كان الراجل هو كان المهاجم كان اسمه مروان اه. اللي كان في اسموحها. مروان محسن? مروان محسن. اه. وخبالك كان بيلعبه في كل المراكز. فكل واحد يبقى عنده ايه هو ده هو ده الجديد اللي اللي بيعمله. حاجاته كلها مفهومة.